إسماعيل بناصر ابن عامل البناء الذي يبني مجد الجزائر وميلان 1 ديسمبر هو يوم ميلاد إسماعيل بناصر وكانت هذه الطريقة التي هنأ بها أحد جمهور ميلان إسماعيل على تويتر وبجانب التهنئة فهي إشارة إلى ما قدمه ولا يزال يقدمه من آداء لافت جعل أحدهم يمدح المبلغ الذي دفعه ميلان لأنه حصل في مقابله على خدمات بناصر أتم إسماعيل عامه الثالث والعشرين وفي جعبته أشياء عديدة يستحق الإفتخار بها عن جدار أهمها هو التتويج بكأس أمم إفريقيا وحصوله على جائزتي أفضل لاعب صاعد وأيضا أفضل لاعب غير صاعد بالبطولة نفسها ثم انتقاله إلى فريق يحمل سبعة نجوم أوروبي على قميصه ليزامل مهاجما بحجم زلاطان إبراهيموفيتش وينال اهتمام مدرب بأهمية بيب كوارديولا أمر جيد أليس كذلك؟ بلى هو كذلك وربما هو أفضل مما تتخيله وتخيله المتفائلون وقت صعود إسماعيل وغالبا لم يخطر ببال والده وهو يستقبل خبر ولادة الإبن سنة 1997 في الجنوب الفرنسي حيث مدينة أورل وأورل هي وجهة سياحية جيدة لمحبي الآثار والفنون لكن والد إسماعيل لم يهاجر إليها لأجل ذلك أو ذاك ولكنه أتى إليها مثل آلاف الشباب العرب وخصوصا المغاربة بحثا عن حياة أكرم تمكنه من إقامة أسرة وتأمين حياتها يقول إسماعيل إن والده كان يعمل في المغرب منذ كان في الثانية عشرة وحينها جرى الوالد إلى فرنسا في العشرين لم يحمل شهادة علمية وبالتالي لم يكن أمامه خيار سوى امتهان الأعمال اليدوية الشاقة وتحديدا أعمال البناء لشهور وسنوات كان الوالد يخرج من المنزل في الساعة السادسة صباحا ولا يعود إلا في السادسة مساء بعد أن يتمكن التعب من جسده كليا حتى إنه لا يقبر على مجرد الكلام لكن شيئا واحد كان ينسيه كل ذلك العناء هذا الشيء هو رؤية إسماعيل وإخوته يقرؤون دروسهم ويكتبون واجباتهم المدرسية كان ذلك هو حلمه الأول والأخير أن يحصل أبنائه على مستقبل أفضل منه وهذا لن يتحقق إلا بالتعليم الجيد وقد أخبر إسماعيل ذات مرة أنه مستعد للتضحية في سبيل ذلك بكل شيء حتى لو كسر ظهره هذه الجملة الأخيرة جعلت الأبناء يشعرون بالمسقودية مبكرا وأدرك كل واحد منهم أن الخيار الوحيد أمامه هو النجاح ولا مجال للتهاون أو إهضار الفرص وكانت طمرة ذلك أن أصبح شقيق إسماعيل الأكبر مهندسا بينما تشق أخته طريقها في مجال مرموق مثل المحامات أما إسماعيل نفسه فقد تدرج مثل أشقائه في التعليم حتى وصل إلى المدرسة الثانوية العلمية وهنا كان أمام مفترق طرق لأنه كان يحقق نجاحا في الوقت نفسه في مجال آخر ويثبت كفاءة كبيرة في فرق الناشئين داخل نادي آرل حتى أخبره الرئيس ذات يوم لتصعيده للفريق الأول وهو ما يعني أنه عليه التدريب كل يوم والسفر بالانتظام في معسكرات وخوض المباريات وبالتالي سيجب عليه ترك المدرسة وهذا ما لم يكن في حسبان الأسرة التي تقدس التعليم لكن الرئيس أخبره بإمكانية استكمال دراسته عبر الأنترنت وذلك بمراسلة الأساتذة والتنسيق معهم رفضت الأم الفكرة بشكل مبدئي فيما أبدى الأب مرونة أكثر ورأى أن الأمر يستحق التجربة خصوصا مع حماس إسماعيل رجحت كفة الأب وانتظم بالفعل صاحب 16 عاما في تدريبات الفريق الأول وبعد عام واخذ فقط عاد للمنزل مسرعا ليخبرهم ربما ألعبوا مباراة رسمية الأولى غدا جاء الغد وشارك بالفعل إسماعيل في كأس فرنسا لكنه لم يكتفب مجرد المشاركة فوقع على هدفه الأول في مباراته الأولى ليضمن بذلك عدم العودة لفرق الناشئين مع الحفاظ على حضوضه في المشاركة مع الفريق الأول كان هذا الهدف بمنزلة آخر الفراشة في منزيرة إسماعيل فبعده استدعي لمعسكرات منتخب فرنسا تحت السبعة عشر عاما حيث يوجد كشافو المواهب من أكبر أندية أوروبا يراقبون النجوم الواعدين ويعدون التقارير عنها وكان من بين هؤلاء الكشافيين شخص يدعى جيل جريماندي جيل جريماندي هو لاعب فرنسي سابق لعب لنادي أرسونال الإنجليزي ثم أصبح فيما بعد أحد أهم كشافي أرسين فينجر ويبدو أنه أعجب بقدرات إسماعيل للغاية لدرجة أنه دفع النادي للتعاقد معه سريعا قبل أن يظفر بخدماته مانشستر سيتي الذي أرسل كشافين هو الآخر إلى معسكر الديوك اختار بن ناصر أرسونال في النهاية وقال إن سبب اختياره يعود لكوني أل جينرز أكثر نادم فرنسي في إنجلدرا وبالتالي يمكنه الاندماج تحت قيادة مدرب الذي قدم للعالم أفضل نسخة من تيريوري روبير بيريز وطبعا باتريك فييرا الذي يلعب إسماعيل مثله بوسط الملعب وصل صاحب السابع عشر عاما إلى لندن وبدأت رهبته من الانتقال إلى نادم بهذا الحجم تتلاشى بعد أن زار المركز التدريبي وأحس أنها ستكون البيئة الأفضل للتطوير مستواهي وصناعة لاعب محترف منه مؤكدا أن هذا الشعور تعزز بعد تصعيده للفريق الأول ليتدرب رفقة سانتي كازورلا ومسعود أزيل وفي أكتوبر 2015 وبعد ثلاث أشهر على مجيئه كان الصغير يجلس على مقاعد بودلاء أرسنال في إحدى مباريات الكأس ولعلك خمنت أنه حظي بفرصة للمشاركة بديلا لكن المفاجأة أن فينجر لم يدفع به في مركز فييرا بوسط الملعب إنما طلب منه اللعب في مركز لا يعرف أدواره وهو الجناح بدلا من ويل كوت المصاب لماذا لا أحد يعلم ولا حتى اللاعب نفسه طبعا قدم إسماعيل عرضا سيئا وأساء التصرف في أغلب الكرات التي وصلت إليه خسر أرسنال المباراة وبدأ أبن ناصر يخسر ثقته في أرسن فينجر وكانت هذه أول وآخر مباراة لعبها لصالح الفريق اللندني كانت نتيجة ذلك خروجه في أول عام 2017 لفرنسا حيث قضى شهورا مع نادي تور ساعدهم خلالها على البقاء في الدرجة الثانية ثم عاد مرة أخرى لأرسنال دون الحصول على فرصة المشاركة وحينها قرر أن يغادر بشكل دائم ولا بد أن جمهور النادي اللندن يتساءل أين كان عقل الإدارة حين سمحت له بذلك المهم أنها سمحت له لكن لماذا إمبولي تحديدا في الواقع سيكتشف المتابع لما يقوم به إسماعيل من حوارات إعلامية استخدامه لكلمة مشروع كلما سئل عن اختياراته فمثلا كان أبوه يريده أن يمثل منتخب المغرب لكنه اختار بلد أمه الجزائر والسبب اقتناعه بمشروع الخضر وقد استعان بالإجابة نفسها لتبرير قراره بتفضيل نادي أين بولي رغم أنه كان يقبع حينها بدوري الدرجة الثانية الإيطالي على فريق الشباب بأرسنال ثم تكرر الأمر ثانية حين جاء وقت اختيار ميلان وقال إسماعيل إنه المشروع والحقيقة أن هذا يزيد الأمر حيرة لأن كلمة مشروع مطاطة للغاية وتحمل داخلها خمسون معنى مرادف فماذا كان يريد إسماعيل تحديدا بهذه الكلمة؟ باختصارا كان يريد نسبة جيدة من المشاركات مع الفريق الأول إذ يبحث الجزائري دوما عن المدرب الذي يثق في قدراته ولا ينظر إلى صغر سنه وبالتالي يمنحه فرصة ليثبت جدارته على حجز مركز بتشكيل الفريق ومن ثم يكتسب الخبرات في وقت لم يتم فيه عامه العشرين بعد ولذلك كانت خطوة أمبولي موفقة جدا من هذا المنظور لأن الفريق الإيطالي كان في حاجة إلى لاعب بشخصية بن ناصر وإمكانياته يساهم في تحقيق هدف الصعود للدرجة الأولى وكان الأخير في حاجة إلى المشاركة بصفة أساسية في عدد متتالي من المباريات ليتمكن من إبراز إمكانياته وتطويرها إذن نحن أمام موقف مربح للطرفين كما يقال في اللغة الإنجليزية وقد تحققت بالفعل كل أهداف الطرفين حيث استطاع أمبولي في موسم 2017-2018 مستفيدا من تأقلم إسماعيل السريع على أجواء الكرة الإيطالية بالإضافة إلى الحيوية الكبيرة التي أضافها إلى وسط الميدان على المستويين الدفاعي والهجومي أما بن ناصر فقد خاض عددا وافرا من اللقاءات وصلت إلى 39 مباراة بالدوري ظهرت فيهم شخصيته القوية التي تجعله يرود الضغوطات وقدرته على تأدية أكثر من دور بنجاح لدرجة أنه أصبح اللاعب المفضل لمدرب أمبولي أوريليو أندريا تزولي القصة لم تختلف كثيرا عن المستوى الدولي فالاتحاد الفرنسي لم يكن ليضمن له أي مشاركة بسبب تكدس منتخبي بالنجوم اللامعة فيما الاتحاد المغربي وجد أن عليه إثبات جدارته مع منتخب الشباب قبل تصعيده للأول وهنا تدخل السيد محمد روراوى رئيخ السل الاتحاد الجزائري آنذاك وقدم له عرضا بتمثيل محاربي الصحراء مباشرة وذلك قبل حتى أن ينتقل إلى أمبولي كانت مغامرة من السيد روراوى لكنها أثبتت نجاحا ساحقا والحق أن هناك خزمة من الأسباب تدفع كثيرين للرهان على إسماعيل يمكن تلخيصها في كلمتين فقط هو لاعب شامل أما إذا كنا نبحث عن إجابة أكثر تفصيلا فعلينا النظر بصورة أعمق إلى ما يقدمه عبر السنوات الماضية أولا اسأل نفسك ما مركز إسماعيل في وسط الملعب وهي الإجابة أنه غالبا ما يشارك بوصفة صانع ألعاب المتأخر وغالبا ما يؤدي أدوار هذا المركز بشكل رائع بغض النظر عن الرسم التكتيكي الذي يعتمده المدرب سواء كان 2-5-3 كما في إمبولي أو 1-3-2-4 كما في ميلان أو حتى 3-3-4 رفقة منتخب الجزائر لكن ما أدوار هذا المركز تحديدا على رأسها يأتي الخروج بالكرة من مناطق الفريق وهنا يساعد صانع الألعاب فريقه على التدرج السليم بالهجم من وسط ملعبه لوسط ملعب الخصم وكي يؤدي هذه المهمة فعليه امتلاك وعي تكتيكي بالتمركز الجيد لأنه أحيانا يحتاج إلى الهبوط إلى جوار المدافعين لاستلام الكرة وفي أحيان أخرى يتقدم خلف مهاجمي الخصم لاستلام الكرة أيضا وبالناصر يقوم بالأمرين حسب انتشار زملائه وخصومه من حوله ليس الوعي التكتيكي وحسب ولكن للخروج بالكرة يحتاج أيضا إلى قدرة على الاحتفاظ بها تحت ضغط مع تنفيذ مراوغات ناجحة للهرب من الخصم وبنظرة على إحصائيات إسماعيل سنجده يحظى بنسبة نجاح في المراوغات تفوق 80% في كل مواسمه وهو أمر لا يحدث كثيرا مع اللاعبين في مثل مركزه بعد المراوغات يأتي الأمر الأهم وهو التمرير التي يمكنها خلق أفضلية للفريق والحقيقة أنها من أكبر مزايا إسماعيل بناصر ليس لأنه يمتلك دقة تمرير لا تقل عن 83% على طول الخط ولكن لأنه بارع للغاية في اختراق أنصاف المساحات عبر تمريراته المتقنة والقوية وهذا تكشفه إحصائية أخرى هي التمريرات التقدمية وتقيس تلك الإحصائيات قدرة اللاعب في دفع فريقه نحو مرمى الخصم بمقدار يزيد على 10 ياردات وهي طبعا تستمد الأهمية من الإشارة إلى مدى إيجابية اللاعب على الصعيد الهجومي وبذلك المقياس يبدو بناصر إيجابيا جدا لأنه قام هذا الموسم ب41 تمريرات تقدمية والموسم السابق ب166 تمريرات تقدمية والموسم الذي يسبقه 185 تمريرات تقدمية وحتى نفهم مستوى هذه الأرقام دعنا نخبرك أنها تنافس ما يمتلكه الكرواتي الاستثنائي التدرج بالهجم أمر مهم للغاية لللاعب وسط الملعب لكنه ليس كل شيء وهناك مسئولية دفاعية كبيرة على عاتقه من أجل عرقالة هجمات الخصم وانطلاقاته والفوز بالكروات الثنائية وذلك لتقليل الضغط على خط دفاع فريقه وقبل أن نأخذ جولة داخل إحصائيات إسماعيل الدفاعية ندعوك أولا إلى إلقاء نظرة على الخريطة الحرارية لللاعب الجزائري الموسم الماضي لتكتشف بنفسك الحيوية الكبيرة التي يضيفها إلى ميلا سواء بالركض والتمرير وطبعا التدخلات الثنائية الناجحة بناصر ينتشر في ثلثي الملعب وكأنه نحلة لا تتوقف عن الطيران ولا عن مطاردة الكرة وفي سبيل الحصول عليها يبدي شجاعة وإقداما كبيرين وتركيزا عاليا للغاية في اختيار التوقيت المناسب للقيام باستخلاص ناجح دون الوقوع في إخطاء كثيرة ولذلك قام إسماعيل برقم مذهش مثل 96 عرقلة في آخر مواسمه مع أمبولي لكن الأكثر إطارة للدهشة هو أنه نجح في استعادة الكرة في 68 مرة منها لم يكن ذلك رقما استثنائيا في مسيرة إسماعيل على كل حال لأنه سيقوم في الموسم التالي رفقة الرزونيري ميلا ب 91 عرقلة يستخلص فيها الكرة ما يزيد عن 61 مرة وهذا يأخذنا إلى إحصائية أخرى لا تتعلق بالعرقلات وحسب ولكنها تتعلق بتنفيذ الضغط بشكل عام على الخصم بحيث يضيق اللاعب الخناق على من يحمل الكرة من الفريق المنافس ولا يترك له المجال للتفكير في أفضل قرار يقوم به لأنه سينقض عليه بعد أقل من ثانية واحدة يمكن القول أن هذه الإحصائية تصف إلى أي مدى يكون اللاعب مزعجا للخصم وإذا طلعت على إحصائيات إسماعيل فستدرك كم هو مزعج لأنه نفذ الضغط هذا الموسم 140 مرة خلال سبع مشاركات فقط بنسبة تقترب مما حققه الموسم الماضي حين سجل على هذه الإحصائية 580 مرة وبذكر هذه الإحصائيات فقد قام أحد المحللين بمقارنة لاعبي وسط الملعب الأكثر قياما للضغط في أوروبا من خلال موقع FBRF الإحصائي وعاقد هذه المقارنة عبر محورين الأول عمودي وهو تنفيذ الضغط بصورة ناجحة والثاني أفقي وهو تنفيذ الضغط في الثلث ثاني من الملعب ولم يكن مفاجئا ظهور إسم بن ناصر في موقع متقدم جدا على هذا الرسم البياني وقد دفعنا ذلك إلى تكرار ما فعلناه في الفترة السابقة وهو وضع إحصائيات إسماعيل أمام إحصائيات مودريتش ولكن تلك المرة على الصعيد الدفاعي خلال الموسم الماضي تحديدا ويبدو أن الدولي الجزائري قد أحرز تفوقا على أحد أنشط لعبي وسط الملعب في العالم الآن فقط يبدو ما قام به مشجع ميلان قبل أيام حين هنأ إسماعيل بن ناصر أثناء عيد ميلاده بالتغزل في المبلغ الذي دفعته إدارة ميلان في نظير خدماته منطقيا لأنهم حصلوا على نسخة قريبة من لوكا مودريتش ب16 مليون يورو فقط ألا يبدو ذلك مذهشا؟